نحن نعرف نقلنا ولا ما قلنا ونحن معودين نقول الأشياء مثل ما هي أنه ما عنا دولة هيك بعرف أنه البعض بدون يزعلوا بس ما عنا دولة نحن الإتكال نحن الدولة بالنهاية نحن المواطنين يلي منشيل كل الأعباء يمكن كارسة المرفأ هي يلي كانت الدليل وكانت الدليل الدمغ والواضح أنه الإتكال على المجتمع المدني على المواطنين على تعاضدنا نحن بين بعضنا بين الجمعيات الناشطة بهالفترة ويلي يمكن هيك بسرعة تقدمت للعب دور جمعية ومن هيك اسمها مقطع ألا منقلكم ليش اسمها مقطع بيسعدني يرحب برئيسة الجمعية ماي فرحات وكيم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بصوت لبنان وأمينة تسر الجمعية سونيا يمين أيضا أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان ليش أول شيء ومام هيك تفاجأنا ليش هيدا لغز نحن حبينا نعمل لغز لنخلي العالم تعمل عليه تتشوق تتشوق وتفهم أنه ليه ليه مقطوشة أول شيء هي ومن امرأة بس نحنا بس حطينا ومن حطينا المن بمحل بارس لنكون من الجمعيات يلي مآمنة بالرجل نحنا مش ضده هلأ الرجل يلي بجمعيتنا يلي هو قفت مقتنع مية بالمية بالنضال لحقوق المرأة يعني هو طلح حاله من صفة المعنف وإجا على جمعيتنا بصفته مدافع شرس عن حقوق المرأة نعم يمكن لأنه بيطمح لمجتمع حر أكيد أكيد لأنه الرجال الواعيين والمدركين لحقيقة الأمور بيعرفوا أنه طبعية المجتمع بتبلش بالمرأة لأنه العبدة جمالا ولادة بيكونوا خاضعين بينما الحرة لا تنجي بعبيد يمكن هيدا هيدا الليل إذن من هون انطلقت الفكرة الجمعية قدي عمرها نحنا من 2017 بلشنا بنينا هيدا الجمعية عن جد على فكرة أنه حقوق الإنسان أولا وأخيرا وهيدا الميزلة الكبيرة اللي عملناها نحنا من تحت هالميزلة طلعنا العنف ضد الإنسان والطفل والرجل مام والإمرأة بخاصة لأنه نحنا بنعرف أنه بالمجتمع العربي المرأة كتير حقوقها بعضها منقوصة هي ملنا ناقصة أبدا بس حقوقها منقوصة هي كاملة وإنسان حرة وهي عم تبني مجتمعات والرجال اللي عم بيوصلوا لمراكز تغييرية وعم بيسبتوا حالهم هني نتيجة إنجاب من هيد المرأة هيد المرأة يلي هي عم بتربي عم بتاكس تفكيرها جيد على هالرجل الحر يلي نحنا عن جد مين ما كان من تمي لجمعيتنا مفتخرين فيه عظيم يعني أنتو الجمعية إذن تأسست بلبنان انطلقت من لبنان بس أنا عملت شوية رشار شفت أنه بالولايات المتحدة كمان طبعا تألي كيف نحنا أنا شخصيا بس أسست جمعية وإمنت على أشخاص يؤتمن عليهم أكيد موجودين نفس فكرة طريت أترك أنا لأحوال يعني وضع كتير خاص وجبرني روح على الولايات المتحدة وهنيك اللي شفته كتير أهرني لأنه دي جا رايحة مأهورة وشفت أنه اللبنانيين نشحين اللي منتبهين على عيالهم إخدين أرقى مراكز بالولايات المتحدة وخاصة ببوستن واخدين كل حقوقهم ومكرمتهم دولتهم قلت مش معقول نكون نحنا بدولة غريبة مش خلقنين منا وما مننتملة إلا تكون مكرمتنا أكتر من دولتنا وزعلت كتير بهالنجاحات كلها أنه نحنا ليه بدنا ننسى لبنان بلاشت أحكي مع اللبناني اللي بعقده هنيك اللي بينشاف الحال فيهم وكل أمرأة أولاد تانية صراحة أنا بقلها بحترمكي كتير لأنه عكستي صورة المرأة برا يعني المرأة اللبنانية أنا شخصيا بلاقي ما في حدا بيقدر يحل محلة بقى صرت قللهم أنه ليه تركين لبنان تعوا مثلا نحنا عم نشتغل هيك هيك باللبنان وبلشت الفكرة تكبر وأشخاص دكاترة عم بحكي بسيكولوجيا اللي هوني بالرئيسي اللي أنا أكتر شخص عن جد بوديله التحية لقلو للجروب اللي عم يشتغل دعمنا كتير شرعنا جمعيتنا بأمريكا سجلنا إياها بالدولة الأمريكانية وبلشتنا شغل بهدف كل شي من طلعوا للبنان آه حلو يعني العمل بالولايات المتحدة كان عمل بيصير لصالح لبنان لا لبنان كله ولا لشي تاني وبالمقابل كنت عم تشتغلي هون يمكن مادام يامين اشتغلوا بأمريكا جمعيتنا بأمريكا والمغتربين نتيجة شغلهم حوالو لنا كل الأموال اللي عنا على لبنان حتى قبل ما يصير الانفجار يعني هني كان هامون من وراء الأزمة الاقتصادية انه يدعموا يدعموا اللبنانية هون وين بتديتوا انتوا يعني قبل مرحلة اذا بناقول قبل انفجار المرفأ شو كنتوا عم تعملوا بهالمساعدات اللي عم تجيه هل كانت يعني بس مقتصرة على المساعدات الغذائية او كان كمان في يعني طالما الهدف المرأة حملية توعية حملية دعم للمرأة نعم هي بالحقيقة نحنا بس بلشنا شغل بأمريكا كان الهدف انه نبعث مساري للتوعية لورش العمل لنعمل مؤتمرات لنفوت على المدارس نعمل هيدات توعية كانت هالمساري عم تنفرز هونيك لها الأساس بس اجا الوضع الاقتصاد المالي شفنا وضع لبنان انحجزت امويل العالم طلعت الصرخن وجعنا كتير هوني اجتمعنا وقلنا بدنا نغير هدفنا لنوجه المبلغ المالي اللي كنا رصدينه للتوعية يكون لمساعدة العالم بهيد المرحلة اجا انفجار بيروت بس ادو مصاري كمان التانية بس اجا كتير مساعدات وقت الانفجار يعني انفجار المرفق عكس قديش اللبنانيين بالخارج عم بيتعاطف عم بيبكوا انا دا اقولي من بره عم بيبكوا على لبنان عم بيبكوا صدق اكتر منه هلقده هن كتير متعاطفين وبيموتوا ببلدهم يعني جزورهم هي كله هون وأحلامهم هون وبالاخر لو ما كان فيها الدافع ما فيت وعملوا هاللي عم بيعملوا وهيدا الشي كتير بيرفع الراس اصلا فهيك الرصدت هيدا نحنا وقت الرصدونا اول استاب الاموال نعم من شان المساعد من وراء الازمة الاقتصادية لقلنا ورجعوا بعدين بعد صار الانفجار هلأ عم بيرزوا الاموال تنساعد من شان الانفجار بيروت نحنا هلأ يعني بكرا الله راد هو اخر مشوار لقلنا رح يكون بتوزيع المساعدات يلي هي الغذائية صحيح هيدا كأول مرحلة بس انتوا يعني وزعتوا بكل لبنان فينا نقول مظبوط مية بالمية بس انا هون كمان بحب بوجه شكر لجمعيتنا بامريكا وللمغتربين يلي هنجد قدموا لنا مساعدة مالية اساسية نحنا منا انطلقنا وعم نجرب انه نشتغل المساعدات بكرا الله راد رح تكون اخر توزيعها هي بالنبع الرجال نحنا نازلين مرة تانية عليها لانه بخلال زيارتنا للمناطق وتوزيع منطقة فيها كتير صحة ونزلنا عليها قبل بمرة نابع برج حمود الدورة فشفنا انه في حاجة كتير كبيرة وهلأ هيدا شغل زيادة يعني احنا المفروض كنا خلصنا جولتنا هيدا شغل زيادة عملناي عم نضيفه منشان تنقدر نكون اكتر واكتر حد الناس الموجوعة هيدا خلصت مرحلية هلأ التوزيع وفهمت منكن تاني مرحلة شو بتتضمن هلأ المشاريع اللي جاية تاني مرحلة نحنا لح نرصد اكيد المناطق اللي تدررت نازلين نبلش مسح دجاج ابنة داتا طبع الاشخاص اللي بدون هيدا الدعام الانساني من بعدها بس نخلص لحنا ننتقل للملف التالت يالي هو الجامعات والمدارس نحنا عارفين انه في حاجة كتير كبير وبتمنى كل الناس اللي تكون عم تسمعنا يوصلون هالمساج عرفنا من نحنا باميركا انه في تلميذ بالجامعة اللبنانية مش بيحبوا يتعلموا مش قادرين يدفعوا هالرسوم القليلة تصورة فنحنا قررنا كمان باجتماعتي لطمعهم للجروب اللبنانية مضطرين نحطهم بكل شي طبعا هنه يعني المموضين بالآخر نحفي سكايبو في هاله جوز ونا الحمدلله ولحنفوت عكل فروع الجامعة اللبنانية شو منقدر نطال ستين سبعين مئة تلميذ نقدر نحنا نتبني هون السنة وإذا كان فيه مصدقية أكيد بالشغل بركب نكفي معهم بتاني سنة وتالت سنة لنخليون لأنه نحنا بالنسبة لنا العلم إذا واقف يا مدام ساميرا نحن حربنا بآخر شي بسقفتنا بسقفتنا ونحنا هيدا يلي بيميزنا يعني بالنهية بدي أحكي عن يعني انتو عم تاخدوا أموال وانتو عملت تتصرفوا هون فيها كيف عم بتكون الشفافية بالنسبة لل للمانحين للي عم بيتبرعوا كيف بيتطلعوا انه مصرياتهم عمل بتروح مظبوط مطرح ما لازم تروح صحيح نحنا بهيدا الموضوع وحرصا على مستقيتنا بالجمعية وثقنا كل المساعدات يلي جتنا بطريقة شفافة وهي هيدا التوسيق عننا متاح لأي شخص بحب يطلع عليها يعني أي شخص بده يطلع على طريقة توزيع المساعدات عننا فيه يتواصل معنا نعم بس ما في خصوصية كمان يعني بدنا نكون شفافين وبذات لوقتنا نحفظ كرامة الناس نحنا وقتا اللي كنا عم نوزع المساعدات أكيد كنا عم ناخد صور عن تذاكر الناس اللي عم نساعدها وعم يمضوا عليها هيدا هي رح تكون مخصصة لجمعيتنا بأميركا نعم كرمال هن يطلعوا عليها بس مش متاحة للعموم نعم اللي متاح للعموم هو دفتر حساباتنا نحنا على الورقة وإذا بتحب تشوفي 500 ليرة نحنا حتى ذاكرينها يعني حطين الداخل والخارج والرصيد وكل فاتورة رقمه من وين اجت ولمين اندفعت هيدا متاح لأي شخص فيه يطلعوا علي يعني حتى لو كان الشخص موضع سيئة تماما لازم يكون هالشي معطا اكيد هيدا كرمال المصدقية طبعا واحتراما لكل شخص هو عم بيرصد أموال تيكون عارف مظبوط وين راحوا الأموال وين عمل فيروحه صحيح ويعني حتى متاح لألون بالإذن مني حتى نحنا رقم التليفونات أخدناها وصور التذكر ليكون عندهم حق يتصلوا بهيدا الشخص ويسألوا اتا وصلكم شو وصلكم كل شي كل شي يعني عم يكون شغل كتير عن جد في مبادئ إنسانية هذا الأهم أنا بحب تضيف كمان شغلة نحنا وقت توجهنا بمساعدتنا للعالم صحيح توجهنا للناس يلي رايحين نعطيهم حصص غذائية بس بالمقابل كان بدنا إنه نكون عم نتوجه وعم ندعم أكتر من صعيد فتوجهنا لمؤسسات صغيرة عملنا نحنا معا وتوجهنا لأفراد نعم كان على صعيد إنه ناخد نشتري المساعدات اللي قدمناها أو على صعيد الخدمات بهيد الطريقة نحنا قدرنا نوصل مباشرة للعيال يلي هي بحيجة لدعم حقيقي بهالوضع الاقتصادي تقدر تستمر اقتصاديا بهالظروف الصعب يعني كدوة اقتصادية بس أنتو بتعرفوا قديش العدد هائل يعني عدد الناس يلي هني بحاجة هائل صح قديش أنتو فيكن تستوعبوا هلأ نحنا قد قدرتنا بس مش نحنا واحدنا بالآخر في مجتمع مدني مثلنا صح عنده مبادئ وعنده أخلاقياتهم آمن بحقوق الإنسان عم بيشتغل كمان بالرغم من كل التشكيك ببعض يعني منحس أنو في ناس شغلتهم يصوبوا على المجتمع المدني حتى يعني نحنا إذا عنا بعض أمل بهال كم حدا كم حدا يلي عن جد عب يشتغلوا بالصدق مزبوط أنا بحب أقول هونو على العالي أنو بليز ما تصوبوا على المجتمع المدني وعالجمعيات صدقوني لولا مننن ما كان فيه ما فيه ناس قدرة تستمر ولكن في بقى وطن لأنه نحنا عم نعرف كلنا أنه نحنا مجرد عم نشتغل على الأرض وبكل مصدقية وفتحين نحنا يعني مشارعين كل شي عم نشتغل لو كل الناس الدقيق وتشوف هالقادي شفافية فمنقلون بليز تركونا شكرونا بس وتركونا نشتغل ونقوم ببلدنا بولاد بلدنا بأهلنا يلي هني عن جد مغبونين ومقهورين ومزلولين ومتركين من دولتهم تركونا نشتغل بس شكرونا بس ما تصوبوا بقى علينا لأنه نحنا عم نقول قد نحنا عمنا مصدقية فحرام بعد نحنا يعني كمان نروح بكل اللي عم نعملو يعني ما يكن عمنا تقدير لا طبعا أنه نتصنف من الناس اللي يعني منشبه هيدا الدولة لا نحنا لو منشبه دولتنا ما كنا موجودين على الأرض بعدها نعم في عنا اتصالات يخزي العين يعني من التليفون أو من الواتس أب لحيخد كم اتصال علو يعطيك العافية الله يعافيك تفضل أول شيء يريدنا نشكرهم كلهم على كل جهودهم أهلا فيه نحنا عمنا مبادرة صغيرة ما بعرف كيفينا تعاون نحنا بيهم نحنا عمنا بهمنا نسوي المونة الليبنانية من البيت الليبناني يعني نحنا عمنا مبادرة نقدر هالعالم يلي عاديم بلا شغل واللي من عم يدروا يشتغلوا عم نجرب نتاعدهم يعملوا مونة لبنانية ونجرب نتاويها لبراط البيت حلو هو بعرفك إذا خينا نتعاون معهم بشي طريقة معينة نقدر منها طريقة محمصة عندها هالفكرة نحنا هيدا عمناعمل عمتعامل 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 نحنا جمعيتنا بلاشت فيها بلاشت فيها نطرح الموضوع من لبنان داي دياريت بتترك رأم تليفونك تحت الهواء مع المخرج أهلا وسهلا فيك هيك بصير التواصل ضغري إذا في مجال تتشوفي قديش عن جد أنا بقول لهم بس عطونا أمان يعني ما تعطونا فرص عمل عطونا أمان وحرية ونحنا منخترع مية فرصة عمل مية بالمية في عنا كمان من خلال الواتس أب اتصال ألو ألو صباح الخاص صباح النور تفضل والله أنا بشغل عالتاكسي وعندي بنت بدي تفوت عالو عالجامعة لبنانية وما عندي قدرة فوتها يعطينا رقم عنو متأز عندي بنت بدي تفوت عالجامعة لبنانية وما عندي قدرة إذا فيهون يساعدوني فيها الجامعية خلس أنا سجلت رقمك وهلأ بعطيهم يهد لا خلس أهلا وسهلا فيك وهيدا العلم حق لكل إنسان ونحن متمسكين كتير بها الحق وكل حدا أنا أخدت رقمك لأنه الرقم طلع عندي وبيرجعوا بيتصلوا فيك من الجامعية هلأ اللح يجيكم كتير حول هالمجال لأنه بتعرفوا أنتو كيف الوضع طيب شو الأبعد يعني شي الأبعد شو بتحبه نعم تفضل لقدامي نعم هي الأبعد هوين الله راد رح يكون خطتنا للسنة الجية هلأ نحن من ضمن جولتنا وقت لقمنا بالمساعدات كان قلنا محطات من ضمنهم كانت منطقة الجية والنعمة والرميلة بمنطقة الرميلة كان في صرخة الأقوى للناس هي المشاكل اللي عم بعاني منها المزارع نعم هيدا المشاكل هي بتتعلق بالصعوبة الحصول على المواد الزراعية كان بسبب التضخم وبسبب مشاكل الليرة يلي عم تمرق فيها هلأ فهيدا موضوع أخدناه بعين الاعتبار نحن نعم وكمان بنظراً الأشياء الملحة يلي بحاجة لدعمنا هو الدفاع المدني عنا في لبنان يلي مش مدعوم أبداً من الدولة يعني من القليل اللي منشوفهم حدنا وما حدا حدهم ما حدا قدر يساعدهم لأنه اسمهم عالدولة يعني هم في دولة بيدهرهم دماش بس نحنا والله من قديلهم أكبر تحية لأنهم مش تابعين لحدهم صح لأنهم مش تابعين لحدهم قلبنا عليهم كتير لأنهم تابعين لحدهم كانوا من زمان تسببهم نحن حبين نستهدفهم يعني حبين نتوجه لهم حقيقة بالخطة التالية إنه هن بالفعل إنه بكل إمكانياتهم القليلة عم يضروا يواجهوا مخاطر كتير كبيرة نعم وما حدا واقف حدهم فنقل راد هولين نقطتين نحنا رح نعرضهم على جمعيتنا بلبنان وبأميركا على أمل إنه يكونوا من ضمن خططنا عم بتخططوا الدولة ما عم بتخطط فيها لح نخطط لأبعد من أميركا إن شاء الله بكل ده إن شاء الله بمناطق الثاني رح نكون نحنا محبتنا صراحة يلي هي عم بتمشينا وتحطنا عن طريق يعني حلو هي أقوى سليح في معنا كمان اتصال ألو 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 مرحبا أهلا تفضل أهلا تفضل معك كمان موضوع من أكبر أهلا فيك سني أولى جامعة وما قدر سجلها بالجامعة كمان أوكي سجلنا سجلنا رقمك بينا الرقم معك معنا أهلا وسهلا فيك بس كنت بدي ألكن مادام وكيمو مادام يمين في شي رقم نعطي لأنه هلأ إذا بتشوفي قديش عندي بدي مثلا هون أوكي قديش في أشخاص بدن مشان ولادن بنوع خاص يا شو حلو فينا نترك يعني نحنا رقمنا بس بتعرفي نحنا بدنا نسأل عن عن الأشخاص يعني نحنا بدنا نتأكد أنه هالأشخاص عن جد وما رح نقول لا أكيد بس أنتو للجامعة نحنا للجامعة لا لا ما في مدارس خاصة لا نحنا رح نتوجه على الجامعات ومدارس الجامعة الرسمية الجامعة اللبنانية الجامعة اللبنانية طبعا هيدا اللي بدنا نقوله للأصدقاء المستمعين كمان هون عندهم صحيح بدنا نستفسر إذا كانوا عم بيتلقوا مساعدات من أي مجهة تانية يعني صحيح لأنه بدو يكون في أولويات بالنتيجة للعالم ياللي ما حدا عم يقدر يوصل له أو ما عم يعرف فيها يعني طب أخر قبل ما يخلص لوقت خلص لوقت فعليا يعني بس شيقوا إن شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية معكم شو بتحبي تقولي مدام أنا بحب أقول للشعب اللبناني عن جد رسالة من الألف المقيم بلبنان قوعة تتخلى عن وطنيتك وبلدك وما تفل وما تهاجر وما تستسلم وما تسلم وللمغترب بدي أقوله بليز يا لبناني اللي برد عمو جامعية ومن من وين ما انتو بتفوتوا على البيتش طبعنا والويب سايت كمان دعمونا لنشكل طاقة اخترابية قوية ينصب كل قوتها للبنان ونعمل نحن تغيير ونخلي الدولة تستهابنا تعرف إنه اللبناني اللي بره مش إنه تركوا ونسيوا بلدهم لا تركوا هن موجودين ولبنان معتمد عليكم صدقوني بليز أنا هيدا من قلبي بقولها بتمنى إنه تسمعوني وتنضموا لقلنا بمشروعنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق بتحبي تضيف شي مدام يمينة أنا أول شي بحب أشكركم على السيدة فتناليوم وبحب أقول أنا بالرغم من كل يلي هلأ الأشياء يلي عم شوفة وعم عيشة بهالفترة يلي عم نمرق فيها بشكر من قلبي كل العالم يلي بعدها لهلأ بالرغم كل الصعوبات يلي عيشينا عم تقدر توقف حد بعدها لأنه هيدا الشي بيخلينا نتأمل بلبنان أحلى وبمستقبل أحلى الله راد نعم أهلا وسهلا فيكم بدي أشكركم بسير أتمنى لكم كل التوفيق رئيسة جمعية وومن ميفارحات وكيم وأمينتر الجمعية سونيا يمين أهلا وسهلا فيكم بسيطة شكرا شكرا